اشتركوا في القناة اللي مشترك في القناة يشترك في القناة واضغط زر اللاك إذا عجبك المقطع ويالله خلونا مع المقطع ونقول بسم الله طبعا هذا الصوس الحار وهذا الصوس البارد بصراحة أول مرة جربة طبعا مكوناتها المموز داخلها دجاج وبرها طحين شي خرافي تحطها أول شي في الصوس كذا بدلا الصوس البارد بدلا في قلبك بصراحة تجربة رهيبة والطعم كويس وأتمنى أي واحد يجي الهند يجربه طبعا كمان فيه فروع في السعودية أنا بصراحة جربت في المدينة قبل في المطاعم يسمونها شوية بلادي جربت فيها صراحة طعم لذيب بس هنا ألد بصراحة في الصوس الحار بعدين الصوس البارد بعدين في قلبك خوية ما فرقت معي ياك الحار بارد عادي طبعا فيه أنواع مختلفة من المموز فيه الخضار فيه بالدجاج فيه باللحم فيه خضوات مشكلة فيه بالجبنة وانت عد كيفك بصراحة أحلى شي اللحم والدجاج بصراحة الصوس البارد أحلى شي أحلى من الصوس الحار بالنسبة لي أنا يعني طبعا هذا حار مرة بقوة بعد الله عين بطني بس خذ الكاسة موية وبرد على قلبك شوي بصراحة يا جيم عدد الخير يعطيكم ألف عافية على التعليقات الجميلة والتعليقات اللي تدعمني صراحة وتحفزني شكرا لكم دائما أقرأ كل تعليقاتكم والله لا يحرمني منكم بس عطوني أفكار جديدة أسويها أصورها لكم والأكلات اللي تبغوني يجربها يا السلام تأكل ثلاث حبات أربع حبات تشبع طبعا يا جماعة الخير طريقة طبخ المموز يطبخونها على الموية الحارة المغلية حطون فوقها العجين وداخلها الدجاج أو الخضار أو اللي هو وينطبخ فوق الموية الحارة صبلي موية صبلي موية طبعا أنا كذا خلصها الحمد لله بارد على قلبك بالموة يا ولد والله جوع حار رأينا في الهند حار بشكل ما أحكي لكم صراحة درجة الحارة اليوم 48 خب كده يكون خلصنا أنا طلبت الملكشيك وخوي ذا طلب موكة بارد كالكوفي يا السلام في قلبك ملكشيك شي خرافي صراحة أنا أعطيه عشرة من عشرة أنا خلصت ما أبقالي إلا شوي خلعا أنا خلصت أنا خلصت ما أبقالي إلا شوي الأش كريمة هذي باكلة بالملعقة وكده يكون خلصت طيب يا جمعات الخير كده يكون وصل لنهاية المقطع أتمنى المقطع عجبكم لا تنسوني اللايك إذا عجبكم المقطع وديس لايك إذا ما عجبكم المقطع وشوفكم في المقاطع الجاية ولا تنسوني بالأفكار واشترك في القناة إذا ما كنتم مشترك في القناة وفعل جرسة نبيه عشان يوصلك أول ما نزل المقطع يوصلك السلام عليكم اشترك في القناة